طيب بمناسبة الزمالك بقى شايف تصريحات أبو جبل أو مصيره ايه مع الزمالك خصوصاً ان هو صرح انه بيتمنى الانتقال للسعودية شايف مضادة ازاي؟ هو طبعاً أبو جبل الفترة اللي فات بعد العودة من كاس أم أفريقيا يمكن ظهر في كذا لقاء تلفزيوني لكن المفاجأة تكلم مارحة كان الجديدة السعودية الرياضية السعودية نشرت حوار صفحة كاملة مع أبو جبل وكان العنوان الرئيسي أمنياتي الدور السعودي فطبعاً هيجاية في يوم مباراة الزمالك والناس كلها بتقولها هو أبو جبل هيوقف والعواد لأن كان الفترة الأخيرة كان كارترون يعني مقتنع تماماً محمد عواد هو الحارس الأساسي في الزمالك في الفترة دي الناس كانت لو تفتكر قبل كاس أمه مباشرة كان عواد برضو هولو بيقف لحد ده أبو جبل وقف مباراة واحدة وكان في القائمة الأولانية أو القائمة الأولية المنتخب مصر في كاس الأمم فكان لازم يلعب عشان كيرو شاخده معاه فسبحان الله الأقدار فهو لع مباراة واحدة وقدى بشكل كويس وتلعى كلينشيت أم راح للمنتخب وتقلق هناك عواد كان بلعب في كاس الرابطة وأدم مستوات جيدة جداً جداً مع الزمالك حتى لو كانت نتاج الفريق مش حيلو في كاس الرابطة لكن عواد كان بقدم بشكل كويس فكله كان مباشر بيسأل هو عواد هيوقف ولا أبو جبل هو هيوقف محنش كان عارف بس كان المؤشرات بتقول أن أبو جبل هيستغله الحلم معنوية العالية ليه عشان هو يقف في موادش مبارح وفعلاً كان هو الوقف في المرمى وبطبع لكل أسف لأنه تلقى هدفين يمكن له هدفين ملوش زنب فيهم لكن في النهاية التصرحات يعني جاية في وقت صعب جداً 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 كمان في تحدي كبير المجزد الزماني الجديد بقى هشوف أبو جبل حالياً خلاص هو آخر 6 شهور أو آخر 4 شهور يعني هو عدو يخلص 30 ستة اللي جاي ربما يمتد لنهاية الموسم لأنه واضح للموسم مش يخلص 36 هيتجامل معنا حب حلوين يعني لكن اللعب بعد كده هيبقى حر وفقاً لو وقع الفيفا أي لعب آخر 6 شهور في عقده من حقه نواقع لأي نادي تاني مجاناً وينتقله بشكل مجاني بعد نهاية الموسم بتاعه طب من وجهة نظرك هو هيوقع مع مين في الآخر يعني هايبقى الفكرة أن أبو جبل بالمستوى القديم والتصرحات التي تقالت لما إدوارد مندي حرسة شيلسي الإيجليزي وخد أفضل حارس في أفريقيا يقول ده أبو جبل يستحق لقب أفضل حارس بالبطول إن هو الناس إدودوا جايزة أفضل حارس فهو طالع لا ده أبو جبل هو يستحق هذه الجايزة فطبعاً يعني دي يعني شهادة كبيرة جداً جداً وأفضل شهادة اللي بتجيلك من المنافس بتاعك فأبو جبل مدعوم أو مطلوب لأن ديها كتير جداً جداً وإحنا عارفين دول السعودي الاحتراف مفتوح فيه بشكل كبير جداً جداً فيه لحراسة المرمى فيه دول تسمح بحراسة المرمى مع محترفين ودول لا فالسعودية تسمح أن يكون فيه حراس مرمى أجانب فوارد جداً نشوف محمد ده أبو جبل فعلاً في الدور السعودي اللي هيغري أي فريق أكتر إن هو يجيب أبو جبل إن هو لعب فري يعني هجيله ببلاش يعني مش هيكلفه يعني هعافين الانتقالات لا مش نسبة النادي يعني نادي يقول لك أنا عايز عشر مليون عايز عشر مليون عايز خمس واشر مليون دي مش موجودة فبالتالي دي هتسهل بكتير إن الرقم اللي هتطلبه كعقد هقوله خد لأنت عايزه لأن كده كده هو يستحق في الحقيقة دي حقيقة حاجة تانية بجبل عنده 33 سنة وارد برضو يكون بفكر أحراسة المرمى ممكن يقعد لفترة كبيرة أطول شوية من اللياته كرة العاديين لكنه ممكن يكون بيفكر برضو بشكل عامل شوية إنه عايز يأمن مستقبله يعمل العقد يكون كويس في نادي كبير أعتقد أن دي السعودية مبارح بعد التصريح ده ما اتنشر أعز أقول لكم أن تويتر في المملكة العربية السعودية الأشتقاء هناك يعني أدوم تويتر شوية بتابعه أكتر شوية من الفيسبوك زي عندنا كده يعني بعد التصريح اللي حصل أو الحوار التنشر كل الأندية طمعانة إن أبو جبل يكون هو حارس جمهور الناصر جمهور الأهل جدة يعني أبو جبل بنسبة لهم بأصيد ثامين يعني طبعا وزي ما قلت لك كده هو الفكرة إن خلاص إن هو ممكن نمدي ببلاش دي بتخلي الفرق ممكن أكتر تبقى طلباء أكتر إنه مش هيكلفهم حال